اشتركوا في القناة محمد طاهر في شباك الرجاء بالسوبر الافريقي استعادت صفحة كأس السوبر الافريقي التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف هدف طاهر محمد طاهر لاعب النادي الاهلي في شباك الرجاء المغربي في كأس السوبر الافريقي الماضي ونشرت صفحة كأس السوبر الافريقي على حسابها على موقع تويتر فيديو لهدف طاهر محمد طاهر معلقة عليه هدف من ذهب طهر محمد طهر سجل هدف مهم في الدقائق الأخيرة أمام رجاء قاد الفريق المصري للتتويج بكأس السوبر الإفريقي وتوجى الأهلي بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه على رجاء 6-5 في ركلات الترجيح بمباراة السوبر الإفريقية على استاد أحمد بن علي بن ريان طبعا كانت أيام جميلة جداً لو حضراتكم فاكرين الهدف ده طهر لعب الكرة لبرسيتاو برسيتاو رأس وحطها أو حطها أنا آسف اتلعبت الكرة بالعرض أعتقد صلاح محسن راحت لبرسيتاو رأس حارس مرمى الرجاء ورجحها لطهر طهر رأس برضو وحطها وكان هدف الرجوع والفوز بالسوبر الإفريقي بعد مباراة صعبة جداً 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 على النادي الأهلي في ذلك الوقت